السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه فيديو نهاردة جايبا لكم احدث الادوات والاجهزة المنزلية وكمان منظمات للمبخ حيل وافكار خليكم معي لاخر الفيديو هتستمتعوا مشاهدة احدث الادوات والاجهزة المنزلية فخليكم معي يلا مع بعض نبدأ الفيديو ونقول باسم الله اول حاجة معينا اللي هي بتاعة البيت بتعمله بطريقة جميلة وشكله حلو تقدر ان ينتي تقدميه وكمان لو عندك اطفال ما بحبوش البيت هيحبوه بالطريقة دي تاني حاجة معينا التربيزة دي انا شايفة ان هي بصراحة اختراع وكمان بتوفر في المساحات لاصحاب المساحات الديقة ممكن تستخدمها لو عندك عزومة كبيرة وممكن تستخدمي تلتها وممكن تستخدمي تلت واحد زي ما احنا شفنا كده وكارسي كمان بتتلم ممكن تستخدمي كرسي واحد او اتنين او كارسي كلها تالت حاجة معينا اللي هو بتاعة التلج بتخليلك اي حاجة تلج في دقيقة واحدة كيس السلكون ده انا شايفة ان هو اختراع بيعجلك في دقيقة واحدة بدون ما تبزيلي اي مجهود منك خالص دي اداة كده او جهاز بتستخدمي تقدر تنقل اي حاجة تقيلة بسهولة ويوسر بدون ما تجرحي البلاط بتاعك او الارضي الجوانتي ده بيحفز على ايدك من التشاؤقات وخصوصا ان احنا بنخسل مواعين بقى ستات البيوت بتخسل مواعين وحاجات كتيرة في المطبخ فهو بيحفز على ايدك دي كتعامل الترند الصفية دي وبصراح هي عملية بعد تجربة يعني كل الجربة اشكروا فيها فشكلها حلو وكمان عملية اللي بقى ما عندهش منظمات للبقوليات كتير فالاكياس دي بصراحة برضو شايفة ان هي عملية وما بتاخدش مكان كتير في المطبخ فشكلها حلو يعني دي بردو كده عدة منظمات للمطبخ بصراحة بتوفر لك اماكن وكمان بتعرف في مكان كل حاجة وبتبقى مترتبة وشكلها حلو في المطبخ او ممكن استخدمها في اي مكان. دي برضو علقات كده. بتستخدمها في الحمام او في المطبخ شكلها برضو حلو. دي بقى عملية جدا. عملية عملية يعني تقدر تستخدمها كمنظم للشوز زي ما انت شايفة كده. وممكن تستخدمها برضو في قوة النوم او في قوة الاطفال في اي مكان بتستخدمها كمنظم في البيت. مش لازم للشباشة بس. دي لعبة كده امورة حبيت اورها لكم شكلها حلوة اوي. بصوا بقى هنا بقى المساحة دي برضو عمق اختروع يعني عملية جدا للبركة للبلاط لأي حاجة. وكامل بتستخدم للحيطان وزا ما هنشايفون كده للازاز او للألمونتان اي حاجة. هي حجمها رفاعة جدا وفي نفس الوقت بتنظف ويعني حلوة. شايفة ان هي اختروعين. الكفر ده بتاع السرير احلى حاجة فيه ان هو مش هيشال من على السرير يعني بيثبت من الجوين. دي بقى حاجة كده تحفة فنية. حبيت اورها لكم. عبارة عن براد كده هو مش براد اصلا. هو فيه اربع معالق اهو. هي كا ديكور كده بتتحطي في النيش او بتتحطي في مكان كده كا ديكور وفيها اربع معالق بيثبتوا فيها زي ما احنا شايفين كده وممكن استخدمي المعالق على فكرة. ده منظم كده للمبخ ممكن استخدميه فوق على الرخيمة او ممكن تستخدميه تنظم عليه الحلل تحت زي ما احنا شايفين كده بيبقى شكله حلو او تحت الحوض ما بيعملش فوضى لو انت عندك حاجات كده تحت في المبخ بيترتب علي. الكوفر ده حلوة برضو ده كوفر حلل وعلى فكرة بيحتفظ بدرجة حرارة الاكل لو انت مسلا اه وغضى اكل معاك في رحلة او هتعمل الاكل وخايف المحشي يبرد ولا حاجة عبل مجوزك ميجي او ولادك فانت ممكن تغلي في الحلل بالكوفر ده. ده برضو الالة دي اخترعوا على فكرة اه سعرها قليل عشان هي مصنعة البلاستيك بتعمل بقى الحاجات اللي احنا شايفينها كده مع بعض وشكلها حلو وشكلها جميل يعني ترى حاجات حلو. ده بقى الاكياس دي برضو انا شايفة ان هي اخترع وخصوصا احنا بفصل السيف بقى وبنعمل بقى عصير وحاجات كتير فممكن تعمل العصير نفسه وتحط في الاكياس وبعد كده اه تستخدميها بقى. ده بقى اللي هو عامل يعني ضجة اه كله طبعا بيحب الوافل او اللي هي السنتواتش ميكور ده. فبيجي معاه برضو في الجهاز ده اربع امويس. في حاجات بيجي معها اربع امويس او اكتر كمان. بيعمل الوافل وبيعمل الحاجات اللي احنا بقى بنحبها واللي اطفالنا بيروح يشتراها من بره. فبيوفر عليكي. بس انت بتشتري لازم تجيبي حاجة تكون مركة عشان هو بيبص بسرعة على فكرة عن تجربة. لازم تكون حاجة مركة عشان تعيش معيك. ما تصرفيش فلوسها على الفوضي. ده بقى برضو شايفة نوخ طروع حلوة قوي. ده يدوي يعني هتوفري في الكهربا. انا شايفة ان هو جيمد يعني حلو. بصوا في ثانية اهو بتستخدميه كماج كمان. يعني بتوفري في الكهربا من ناحية وبتستخدميه كماج. بيفرم معاكي بقى اي حاجة. زي ما انت شايفة كده بيعملك العصير في ثانية. بس هو عايز مجهود بقى عايز حد يدي حلو كده عنده صحة يعني. للشباب بقى ده. بصوا ده برضو جهز كده. بيثبت على الحود. هورو لك ده الوقت هو بيثبت. بيعملك بقى بيخسلك اي حاجة. بس انا بصراحة انا مرضوش هجيب وقوله ليه بقى عشان محب بخسل كل حاجة. بتأكد ان هي مخسولة مية مية في بايدي كده. ده بقى موجود في ايكيا. شفت زيه في ايكيا. بصراحة ربنا كويس وعملي. بيقول كده يعني ان يوقعش اي حاجة بالجواني. وكمان بيستحمل درجات الحرارة لو حطيتي في حاجة سخنة ومش لازم للتوابل. وبس ممكن استخدميك يعني مية استخدام. ممكن استخدميك حاجات للتلاجة كمان. تحطي في حاجات وتحطي فيها التلاجة للزيوت لأي حاجة. المناديل دي اختراع هي مش مصنوعة من الورق. يعني مش مناديل ورقية. انا مش عارف هي مصنوعة من ايه بالزبط. اللي عارف يكتبلي في كون. بس بصراحة ربنا عملية. عملية قوي. دي بقى لان انت تقدر استخدمها في المطبخ. بتنظف لك الرخيمة. بتنظف في اي حاجة مصنوعة من الخشب في ثانية. لو الزيت وقع على اي حاجة بتتشربه في ثانية. وكبال لو المية برضو وقعت كده في اي حاجة. حتى لو في الصالة في القوضة في اي حاجة. بتتشرب المية والزيوت. وبتخلش لها اي قصر. وبتبقى بكتة. وفيها 24 منديل. انا انا كنت شايفها قبل كده بالسعر بتاعها على جروب. ومتوفرة دلوقتي في الجروبات عادي. ازا ما احنا اتفقنا بقى. ان الحاجات دي متوفرة على جروبات الفيسبوك. لو انت موجودة في مصر. والتليجروم. ومتوفرة في النزهة وفي ابو النمرس. وفي العتبة. في ضرب سعادة. كل الاماكن دي بقت جماعة مليانة مستوردين فيه. عندهم كل الحاجات اللي انتوا بتشوفوها. اللي هي المنتجات الصينية واليابانية والتركية. كل الحاجات دي موجودة في الاماكن اللي انا قلت عليها داخل مصر. لو انتوا بقى بتشوفوني من خارج مصر. الحاجات دي هتلاقوها موجودة على امازون. على باب. على باب اكسي بريس. واكيد اكيد عندكم برضو المحلات بتاعت الادوات المنزلية او المولات. متوفرة فيها كل الحاجات دي. اصبحت بتكتسح العالم كله. ومتوفرة في العالم كله. اي حد ممكن يجيبها بقت في متناول الجميل. الجهاز ده برضو نشايف انه اختراع اللي هو بتاع التغليف بيغلف لك اي حاجة. اه اللازق ده بالفيز ده برضو كل ما ادخل محل ادوات منزلية بلاقي منه كتير بس ما جربتوش بصراحة فالجراب يقول في الكومنت هل فعلا بيثبت عليه حاجات اه يعني تقيلة كده وما بتقعش. زي ما احنا شفنا في الفيديو انا بصراحة ما جربتش فالجراب يقول انا في الكومنتات ونستفاد من تجربته برضو. ولجرب اي حاجة يا معا في من الحاجات اللي انا بورها لكو دي يكتب يعني الحقيقة هل فعلا صح زي ما انا شايفين في الفيديو او مفيش الكلام ده. فالحاجات اللي انا بجربها بقولك بصراحة كويسة او مش كويسة. انا بحب اتكلم بصراحة لان انا مش اكسب منهم حاجة ولا يعني مش قصد يعني قصد يعني ان ده انا لازم اقول الحقيقة. اه فانا بحب دايما اقولكو على الحاجات الحقيقة يعني. معنا مع بعض دلوقتي ده برضو نشايف ان هي عاملة بصروحة. اه طبعا الستات يعني ربنا يديهم السحة بيقفوا في اليوم كتير. يعملوا الاكل ويروح الشغل لو انت بتشتغل وكده. فده في اخر ان اليوم بقى تقدر تدلق بيه رجلك مزود زي ما احنا شوفنا كده باربع حاجات كده. ان هي بتدلق لك رجلك وبتحافظ على رجلك يعني زي ما احنا شايفين كده. بس هي بيحط شوات ملح في المياه. الملح مفيد للرجل. اه زي ما كده وبترجح تدلق المياه. وبيتخزن ما بيخدش مكان يعني. وممكن انت اخدم عاكل في اي حتة على فكرة لو انت بتسفر او رايحة مصف او اي حاجة. الفرشة دي بقى اختروها. زي ما احنا شايفين كده لها ناحيتين. الناحية الاولى ان هي بتوزع لك مثلا المسحوق او حاجة. الناحية التانية ان هي بتنظف الحاجة اللي انت حطوها. اه ده بقى برضو شايفة اللي هي عاملة زي زياتة او حاجة زي كده. بوسوا جماعة الستانلس ده اه صحي جدا وكويس. اي حاجة مصنوعة من الستانلس بتبقى صحي. اه دي بقى زي ما قلتلكو زي. انت ينفع تستخدمها كزياتة. هتحطوا فيها الزيت. هتوفر عليكم الزيت جدا. او ممكن تحط فيها الخل. ممكن تحط فيها اي الخلطات بتاعت السلطة. وترشي منها. يعني مش هتضطر بقى ان تخل واحدة مخصصة للزيد. واحدة للخل واحدة مثلا لكزا كده هي حلوة وعملية. وعلى فكرة برضو وتعيش معك كتير لانها مش ازيز. الازيز بتكزر بسرعة. انا كان عندي زيتها ازيز بصراحة عمرهم قليل. اي حاجة مصنوع من الازيز بالرغم ان هو صحي جدا بس بصراحة عمره بيكون يعني احنا عارفين عمره بيكون صغير الازيز. المكناة دي برضو وانا شايفة ان اي عملية. يعني بتصغنونة وما بتاخدش مكان كبير ومش معقدة. ما فياش مطر مش عارفة ايه. يعني شايفة ان اي كويسة اي حاجة تقطع كده تقدر ان انت تخيطيها بسرعة. بدل ما بنقعد نركن الحاجات بتاعتنا المتقطعة كده. والاخر ما بنوضعش اصلنا الخيوط. زي برضو شايفة ان اي كويسة. زي ما احنا شايفين كده يعني هتوفر عليك المجهود اللي انت بتبزليه. بتستخدمها في اي حاجة. زي ما احنا شايفين في الفيديو كده وبتتول وبتأسر. يعني ممكن تستخدميها تنظفي بها اي حاجة انت مش قادرة توصليه لو تدخل بين الحاجات زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. ده برضو انا شايفة ان هو كويس وبدأت ناس كتير تصممها هنا. يعني انت لو وريت التصميم ده لأي حد بتاع ألمونتان هنا في مصر بيستممولك عادي. بينزل معاك كده تاخذي الحاجة اللي انت عايزها وخصوصا الناس القسيرة بقى اللي ما بتقولش الحاجات اللي فوق. بصوا بقى دي الكبة دي بقى فعلا معجزة. هقولوكوا ليه لانها يدوية برضو بتوفرلك في الكهرباء. وبتعمل اي حاجة. بتعمل النسكة فيه. وبتعمل الكباتشينو برضو. بتعمل رغوة بقى كبيرة. شوفوا عسل. وكمان بتعمل الكريم جنطي بس بيبقى خفيف. انا اقولكوا الحقيقة اهو. بيتعمل فيها بيبقى خفيف. وبتقطع البصل وبتفرم التوم. بس انا اقولكوا الحاجة. يعني انت هي سعرها قليل هاتي منها اتنين. خلي واحدة للحاجات الحدقة. وخلي واحدة للحاجات المسكرة زي النسكة فيه للكريم الحاجات دي. خليلها واحدة الواحدة عشان ما تلقوتش. مهما تخسيليها برضو يعني ايه يعني دي نصيحتي بصراحة. وقام حاجة بقى انا لازم اجيبها عشان الملوخية. الملوخية دي بتبقى مشكلة واحنا منخرط. ده بقى من زمين اللي هو بتاع اللي بينخل الديق ده. لازم يكون موجود في كل بيت. ليه بقى لو انت بتعملي فطاير بتعملي بيتزا بتعملي اي حاجة في البيت من المعجنات. فلازم يكون عندك لان لازم تنخل الديق كويس. تنخلي كمان وانت بتعملي كيكا مرة واثنين وثلاثة فده هيسهل عليك. اه دي بقى كوبات دي عاملة تريند. انا بصراحة ما جربتهاش بس. الناس اللي جربتها هل فعلا هي عملية اللي بيبقى في قلبها لعبة كده او حاجة مستثبتة فيها. زي ما احنا شوفنا فيه منها الازيز وفيه منها الصيني. هل فعلا هي عملية ولا شكل بس. اه انا تقريبا انا كده ان هي شكل وخلاص. اه الشبات على الفكرة اللي بعديهم دي اللي بقى دين كبيرة دي انا كنت سأل عليها الشب الواحد بخمسة وعشرين جنيه. دي حلوة برضو كويسة للحنة. وبتعملي بها البوفتيكة وبتعملي بها برضو اي الباني. دي برضو كويسة اللي هي الغسالة اللي بتعمل الشبس دي برضو كويسة كان فيه ريفيو عليها وان شاء الله هحاول اجيب لكم الفيديو ده. اه دي بقى الايرفراير دي بصراحة بدون نقطة زيت. ناس كتير اتجربتها. انا اه كنت هجيب واحدة وسألت عليها لقيت اقل واحدة بخمسة الاف جنيه. اللي هما اما اجيبوا الحاجات دي لازم يا جماعة اجيبوا حاجة تكون بريند. بصراحة لانها بتبص بسرعة. فحرام ان انا ادفع مثلا اجيب واحدة مثلا تلت تلاف جنيه او الفين جنيه وسط رخصها وبعد كده يعني تقعد معي شهر او اتنين وبعد كده تتريمي حرام. يعني لو هجيب حاجة زي كده حاول ان انت توفري يعني ايه فلوس اكتر هتفضل عايشة معك كتير. تنسوش تحطول اللايك وتشتركوا في القناة.